من الأخطاء الشائعة أيضا كثير من الناس يقول في كلمة أذان وهو النداء للصلاة آذان هذا غير صحيح آذان هذه جمع أذن أما أذان فهو من أذن يؤذن أذانا أي أشعر بالصلاة أو نادى إلى الصلاة شاطئ هكذا تكتب هي همزة متطرفة سبقت بكسر والحرف الذي يناسب الكسر هو الياء فتكتب هذه الهمزة على ياء من غير نقط تحتها بعضهم يخطئ فيها ويكتبها هي وما أشبهها مثلا شاطئ دافئ ما إلى ذلك عن من الكلمات يأتي بها بنقط تحتها أو يكتب ياء ويتبعها بهمزة وهذا غير صحيح شيء عكسها شيء هي شين ثم ياء ثم همزة على السطر بعضهم يكتبها على صورة شاطئ يعني يتعامل معها كأن هذه الياء همزة على ياء وهكذا تصبح شيء شيء تصير فعل الأمر من المشيئة أو شيء شيء هكذا من غير همزة طبعا هذه ممكن أن تجوز في حال الشعر وكذا وفي العامية أيضا نحن نقول شيء ما نقول شيء اللهم صلي وسلم على نبينا محمد الفعل صل الصواب أنه بلا ياء وكثير من الناس يخطئوا ونلاحظها ما أكثر ما تأتينا يوم الجمعة ونشوفها في التصاميم وما إلى ذلك بياء وهذا غير صحيح صلي هو فعل أمر للأنثى يوجه إلى مؤنث أما صل فهو من غير تأنيث يعني والخطاب هنا لله فيجب أن ينتبه إلى ذلك الله أكبر الله أكبر وصف لله بأنه أكبر وبعضهم يخطئوا ويقول الله أكبر نطقا أصلا حتى نطقا بعضهم يقول الله أكبر وبالتالي يكتبونها بعضهم يكتبوها فتصير الله أكبر وهذا يعني شيء لا يصح حتى يتغير المعنى وكأنها يعني وكأننا نعطف على الله كلمة أخرى يعني مثل كلية العلوم الإنسانية وكلية اللغة العربية وأدابها نلاحظ هنا وزارة وكلية ومدرسة هذه أمثلة للتاء المربوطة والخطأ أن تكتب بلا نقط البطاقة في المكتب كثيرون يكتبونها بفاء ويسكنونها كذلك يعني بعضهم يتكلف ويحط فوقها سكون ولا يكتبها فيه هذا خطأ لأنهم اعتادوا أن يقولون ربما في بعض اللهجات يعني ينطقونها هكذا فاعتادوها وصاروا يتعاملون معها على أنها يعني لا يوجد عندنا في اللغة العربية يعني هذه الصيغة بعضهم أيضا في علا جلست على الكرسي وضعته على الطاولة تصير كثيرا التي والذي الكلمتان هاتان اسمان موصولان للمفرد بعضهم يخطأ ويحطها بلمين يتعامل معها مثل اللام الشمسية وهذا غير صحيح وهي ربما لأنها تلتبس عندهم باللذان واللتان لأنه في حالة تثنية تثبت الذي والتي والذين بلا لام ثانية عندنا أيضا من الأخطاء الشائعة مثلا كلمة عبد الله وأيضا يعني عبد الرحمن يفصلون بينهما بين المضاف والمضاف إليه والصحيح أنها غير مفصولة شكرا